شرح الجندي الأمريكي برادلي مانينغ الذي يحاكم بتهمة تسريب وثائق إلى موقع ويكيليكس دوافعه الخميس للمرة الأولى قائلاً بصوت حازم وثابت إنه كان يعتزم إثارة نقاش عام في واحدة من أهم تسريبات للوثائق السرية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وأعرب من جهة أخرى عن نيته الاعتراف بذنبه في التهم العشر من أصل التهم 22 الموجهة إليه لكنه يعتبر نفسه بريئاً من الاتهامات الأكثر خطورة وبينها التواطؤ مع العدو التي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وأضاف أن هذه الوثائق تمثل الواقع الحقيقي للنزاعين في العراق وأفغانستان مؤكداً أنه إذا كان بإمكان التسريبات أن تسبب الحرج لبلاده إلا أنها لا يمكن أن تسيئ إليها وكان يرى في موقع الإنترنت هذا الذي أنشأه جوليان أسانج كاشفاً للأنشطة غير القانونية والفساد